السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم اعزائنا المشاهدين النهاردة مع بعض في لقوعنا هتكلم عن رؤية رقم 67 في المنام ولكن الرؤية هتكون خاصة للنساء ونبدأ اول حاجة كده مع بعض للفتاة العزباء ورؤيتها الرقم 67 في المنام ولكن هتكون بتفاصيل معينة وهنقول ان الفتاة العزباء وان شافت رؤية في المنام ان الرقم 67 عبارة عن انه مكتوب بالمصابيح المضيئة داخل الرؤية فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب خطبتها وان كانت بالفعل في الواقع مخطوبة فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب تحديد معاد الزواج وكمان هنقول ان كان اللي شافت الرؤية دي امرأة متزوجة ونفسها في الواقع في الحمل وتمنت من ربنا سبحانه وتعالى الحمل والانجاب وشافت بقى الرؤية السابقة دي وان هي ان رقم 67 مكتوب بالمصابيح المضيئة فالرؤية هنا هتكون دلالة لها انه ان شاء الله سبحانه وتعالى اقترب معاد الحمل والرزق بالمولود طيب و هنتقل بقى من المرأة المتزوجة الى المرأة الحامل و نقول ان المرأة الحامل و ان شافت رؤية في المنام ان امامها رقم 67 و شافت ان الرقم انفصل عن بعض و كانت الوحد و رقم 7 الوحد فالرؤية هنا هتكون دلالة لها على قرب ولدتها بعد فترة حمل كانت متعبة شوية ولكن الولادة ان شاء الله سبحانه وتعالى هتكون سهلة و يسيرة عليها و كمان هنقول ان المرأة المعلقة اللي طلبت طلاق من زوجها في الواقع و هو رفض الطلاق عن قصد ان هو يصبها بالضرر و شافت رؤية في المنام ان رقم 67 بينفصل عن بعض و اصبح كل رقم لوحده يعني رقم 6 الوحد و رقم 7 ورده لوحده فالرؤية هنا هتكون دلالة لها ان هو اقترب معا طلاقها زي ما هي كانت عايزة بالزبط بعد طول بقى اعناق وتعب مع زوجها و انها في الفترة المقبلة هتبدأ تعيش حياتها في راحة وهدوء والله سبحانه وتعالى ادره اعلم و اسعد الله دائما منامكم واشكركم على حسن استماعكم و الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله